سوف نتعرف على طريقة كيفية حل المشكلة التقنية على تطبيقكم السياش قموا بالضغط على ضبط الأيدادات سوف نضغطوه على التطبيقات ثم سوف نقوم بنوصول الاسفل بحث عن السياش خاص بكم نضغطو عليه ثم نضغطوه على إيقاف الإجباري ثم نضغطوه على الموافقة ثم نضغطوه على مكان التخزين ثم نقوم بالضغط على مسح تخزين الموقت بعدها سوف نقوم بالدهب إلى بيقافة لتشغل الواي فاي خاص بكم بعدها سوف نقوم بالدهب إلى متجر جوجل وهنا سوف نقوم بالبحث عن سياش خاص بكم سوف يظهرنا على هذا الشكل وعندما تجدون هنا تحديد قم بدغط عليه وسيتم تحديد تطبيقكم سياش وهكذا نكون وقد قمنا بحل المشكلة لا تنسوا الضغط على اعزال لايك والاشتراك في القناة شكرا لكم في فيديو القادم إن شاء الله